القانون واضح حدثتوه طينا نقاط الأساسية وركز علي سياة النائب بأنه هو جريمة الألكترونية وتحديداً لابتزاز الألكتروني جينما احنا المحاكم العراقية اليوم تخلوا برأيك؟ أحسن هذا جواب سليم سليم جداً تخلوا من التشير والابتزاز؟ لا تخلوا يعني الشرعة الجنائية اللي عندنا أول نقطة احنا الشرعة الجنائية اللي عندنا تغطي برأي الشخص القانوني بالعالو الآخر يختلف معي أي أن كان تغطي فيما يخص جرائم يعني الانتهاك الخصوصي الشخصي لكل الفير جرائم كذا إلى آخره لكنه اليوم إحنا ضيعنا جانب مهم من القانون وهذا انتقاد لأخوتي وزملاء النواب قضايا نركزنا بجانب وذكرت في قرية الأربع خمس مواد الجرائم اللي تختص ببطاقة الاعتمان هذه جريمة الكترونية جاية تحصل بيها البطاقة البطاقة الألكترونية القضايا المالية والمصرفية والحسابية الألكترونية هذه الجرائم المفروضة تنظم بهذا القانون غيبت مع شديد لأسف هذا غير سليم تماما الجرائم اللي تهدد لأن القومي للدولة العراقية اللي تكون الواسط بيها الجانب الألكتروني مو نبحثها تقنية التوطين الرواتب والألكترونية تقنية جديدة عليها هذا الشعب بصور لا why البطاقة الاعتمان وغيرها والمصاري والمنظومة الألكترونية بيانات الدولة موجودة الآن ai 24 سنة تقريبا بالتسعينات عندنا منظومة الأفضل يجب أن يغطي الجانبين يغطي الجانب اللي nieuهاتهدي والاقتصاد العراقي والاقتصاد الوطني هذه ممكن تحصل فيها جرام هذه نقاط مهمة هذه نقاط نقص بها بقانون العقوبات خاف بها إشكاليات ها خلنا أكمل هذا نقص المفروض يطرح للرأي العام بشكل علني ويصير بي نقاش نقطة اثنين غابوا أنا بالمداخلة مالتب البرلمان قلت لهم الأمور تحتاج إلى صياغة محبوكة من قبل خبراء الفقه يعني أساتذة القانون الجنائي بالجامعات العراقية تعرض عليهم هذه المسودة لأنه أكو حبكة بالصياغة عدنا نحن بالقانون دارسيها الحبكة بالصياغة المدلول القصدي لكل كلمة المفروض يكون واضح ودقيق وبينه ما يتنافع ويتقاطع ويباغي المفردات مع الشديد لأسف هذه غير موجودة كنتوجد الريد مكتوب يجي مو كلام صارحة الفكرة مكتوب قصدي ايه ما ماكو بعبارات فطفاضة لا لا خلنا أكمل عبارات الفطفاضة أكو بعض العبارات الفطفاضة لازم تبقى فطفاضة خلنا أكمل وما جاء تنتقدني بالنظام اسمح لي بالنظام الفرنسي أكو شيء اسمه الآداب والأخلاق العامة مبدأ قانوني من ينتهك الآداب والأخلاق العامة يجرم يحاكم قضائيا خلنا أكمل لا معلأسف كل نظامنا القضائي كل نظامنا القضائي كل نظامنا القضائي والقانوني وبالخصوص الجزائي مبني عن نظام الفرنسي مبني عن نظام الفرنسي وخاف معلومة على الام بي سي خاف ما تدري الغسل العار احنا ما اخذينا من فرنسا ما ما اخذينا مشيري على الاسلامية القتل غسلنا للعار وان شاء الله احنا هم ما اخذينا القوانين وهذا كلمة لك حمل مسؤوليته لعمام الاعلام كل نظام لذلك هذه مبادئ ما ممكن تنضبط من يضبطها من يضبطها يضبطها القاضي أثناء نظره للدعوة الجزائية لذلك انا ايضا مما اطرح ان المسودة النهائية لصياغة المواد الجرمية الجرمية يبدو بها رأيي الاستشاري لانه غير ملزم مجلس القضاء الاعلى هذه الاشياء موجودة نقاشات انا اتمنى تكون مكتوبة تأتي بشكل مكتوب ومدروس بشكل تقيم